عامل إزعاج الكتير من المصريين وأنا واحد منهم أكثر بأس عليك يعني وبعده أمروش عليك مزمن بقى يعني لازم تبني عن إرهاق تنام كويس وإلا على طول إيه بقى قصة صداع النصفي وإزاي الصداع النصفي ده حبارة عن صداع وعائي يعني اللي يساوه الأوعية الدموية اللي دخلة وغالبا اللي بره المخ لكن ساعات بيتأثر الشريين اللي دخلة عن مخ والشقيقة اللي هي الشقيقة لازم يبتدي بحاجة اسمها أورة اللي هي انذار ييجي تجد مثلا نور تيجي في عينك كده نور تحس تشوف نور ده بقى هي الشقة الحقيقية مخلق بالك أو إيد تخدل أو رجلك تخدل أو تبقى عاوز تتقاية مثلا أو تشوف خيالات قدامك تقعد الحاجات دي بعدها بنص ساعة أو بساعة تبتدي تحصل الصداع النصفي الصداع النصفي أول ما بيحصل بيحصل انقباض في الأوعية الدموية لما تنقبض الأوعية الدموية بتأثر على المخ وعلى العين العين اليمين تبتدي الدموية الدفع فيها تحس بقى بالنبض بتاع الشرعيين عندك والألم مبرح والصداع بيدق بيدق كده على طول في الرأس هذا الصداع دايما بيحصل في الهنا والجبهة من قدس صحيح طبعا لو هنعالج نلحق نعالجه أول ما يجي الأورة بتاعته بتاخد الأدوية بتاعت الصداع النصفي اللي بيستنى لغاية ما يحصل الصداع عما خلاص الألوعية بقت مبسطة صعب إنها هتقفل تاني بسرعة فدي أخدوا النوبة النوبة دي ممكن تقعد نصف ساعة ساعتين ثلاثة وممكن تقعد يوم فيبقى إذن لازم نخلي بالنا اللي عنده الصداع النصفي لو عاوز يعالجه يعالجه في البداية من الأول ممكن الصداع النصفي ده ييجي في المخيخ ورا يعمل عدم اتزام تجد الواحد قاعد واجع من ورا ومش قادر يمشي وعنده عدم اتزام ممكن بييجي بأشكال أخرى كتيرة وفي الصداع الكلاسيكي بقى اللي هو الصداع النصفي العادي ده مش درول يكون معاقورة وبييجي بنفس الأعراض والهو له نفس العلاق في الصداع آخر اللي هو العنقودي الصداع العنقودي الصداع العنقودي ده بييجي ورا بعض ورا بعض زي عقود العنب كده كل شوية دقة وتلاقي اللي انت حمر مناخير يبقى فيها مقفولة ممكن ينزل سائل وبيبقى دايما بيجي في تغيير الفصول وده نوع من أنواع الحساسية مع الصداع النصفي وعشان كده يستحب يتخذ معاه كورتزون أو يتخذ حقوقنا الكورتزون معاه عشان وبعدين بيأخذ علاج الصداع النصفي العادي عظيم فيه حاجة تانية بتوشبه الصداع النصفي اللي هي ألام العصب الخامس بس ألام العصب الخامس ما بتضربش في العين منفرق بينها أن العين ما بتوجعش جامد في العصب الخامس طبعا ممكن يحصل ألم نادر اللي هو بيأخذ الفص البرانش الأولاني ويضرب في العين لكن هو دايما بيضرب في الفكة من تحت ده اللي هو الفرع التالت من العصب الخامس الفرع التاني بيأخذ الأنف والشفة الفقانية بممكن يبدأ رفيهم الألم تلاقي السكاكين ضربة فيه ده ساعات بيبقى كمان لتنين مع بعض واحد يجي له عصب خامس مع صداع النصر ده يسببه يعني ألم مبرح يسببه ألم مبرح